صباح الخير وحشتوني يلا بينا نعمل مورنينج سكين كير مع بعض اول حاجة بنستخدمها تونر بعد ما بنخسر وشينا كويس بالغسولة المناسب لنا بعدها بنستخدم فيتامين سي سيروم كلنا عارفين فوايد الفيتامين سي سيروم بس يريد تستخدموه مرة واحدة بس اما الصبح او بالليل ومن الافضل طبعا نستخدموه بالليل هنا طبعا خدود وغدود عندي غدود بعد كده بنستخدم موسترايزر علشان نرتب بشرتنا كويس علشان دلوقتي احنا هنحط ميكب بس مش عايز اطوال عليكم فهنعملوه في بورد 2 بعدها هنحط سام بلوك اكيد علشان هنخرج برا سام بلوك بيتحط صيف وشتة مش لازم في الصيف بس ولازم نستخدم كمية مناسبة قوي على بشرتنا يعني ما ينفعش نحط قليل ولا كتير اوفر برضو غدودو غدودو دلوقتي كده بشرتنا جاهزة علشان نبدأ نحط الميكب يلا بي نبورد 2